اشتركوا في القناة هذا نصها سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الفخر والاعتزاز يطيب لنا أن نرفع إلى مقام جلالتكم أسماء آيات التهانية والتبريكات بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات بلقب البطولة الأسيوية الثالثة والعشرين لألعاب القوى والتي أحرز فيها المنتخب 22 ميدالية متنوعة من بينها 11 ميدالية ذهبية في إنجاز تاريخي مشرف للمملكة يعد ثمرة لرعاية ودعم جلالتكم لقطاع الشباب والرياضة وأحرص جلالتكم المتواصل على الاهتمام بأبنائكم الرياضيين إنما حققه أبطال ألعاب القوى لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي من لدن جلالتكم من أجل حصد المزيد من الإنجازات التي تؤكد أن مملكة البحرين صغيرة بمساحتها وكبيرة بعطاء أبنائها الرياضيين حتى باتت تقارع أكبر الدول وهو ما أثبته أبناء المملكة في البطولة الأسيوية لألعاب القوى عندما تربعوا على عرش الصدارة عن جدارة واستحقاق نجدد التهاني والتبركات لجلالتكم بهذه النتيجة المشرفة معاهدين جلالتكم على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعلي من مكانة هذا الوطن الغالي والله نسأل أن يحفظ جلالتكم ويمدكم بموثور الصحة والعافية والسعادة ودمتم سيدي ابنكم المخلص خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى